تقليم مخالب إيران في المنطقة هدف لا تنفك إسرائيل تسعى إليه لإبعادها عن المشهد ودرء أخطارها المتمثلة بحزب الله في لبنان جعبة طهران تمتلئ يوما بعد يوم بالمكاسب خاصة في سوريا مرسخة امتداد نفوذها في المنطقة ورغم فشل مخططها لبناء مطار قرب دمشق وميناء في طرطوس فإن ثقناتها العسكرية المنتشرة في سوريا لا سيما في البادية تؤدي المهمة إضافة إلى قواعدها العسكرية الثلاث في مطار دمشق الدولي وحلب وكذلك في القنيترة التي تعتبر الأخطر إذ تتمكن من خلالها من السيطرة على مناطق حدودية تعد امتدادا لحزام شيعي من جنوب لبنان مخطط إيران الثاني أفشلته الولايات المتحدة فمنعت وصولها إلى معبر التنف الحدودي يسمى الرواق الإيراني طهران البحر المتوسط أو الممر من طهران عبر العراق وسوريا إلى لبنان حيث حلفتها ميليشيا حزب الله المسار تغير لكن الوجهة واحدة ومع وصول ميليشيا الحشد الشعبي العراقية إلى الحدود السورية وسيطرة ميليشيا إيرانية على الدفاف الغربية لنهر الفرات بريف دير الزور الغربي وكذلك سيطرة قوات النظام على البوكامال والميدين فإن الخطة الإيرانية النائمة حسب تقارير تشمل حاليا مدينة دير الزور وصولا إلى تدمر الواقعة تحت سيطرة النظام ثم الانطلاق منها إلى العاصمة وبعدها إلى حمص وصولا إلى الساحل السوري على البحر المتوسط نغم ربح العربية